السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لدينا تسريبات عن نوت 20 وأيضا تسريبات عن تابلت S6 Lite نعم تابلت لايت من سامسونج ونبدأ مع أول تسريب تسريب؟ شين هو تسريب؟ نبدأ مع أول تسريب التسريب الأول هو سيكون عن تابلت S6 Lite هذا التابلت سيكون بشاشة بمقاس 10.4 إنج ويكون بدقة 2000 في 1200 بيكسل طول في عرض من ناحية الشاشة الشاشة ستكون IPS LCD بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل كاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل المعالج اللي رح يستخدمه شركة سامسونج اللي هو X9 911 اللي سبق ونشفناه مع السلسلة الأي بداية مع الأي 50 من العام الماضي فتجربة حلوة مع وجود أندرويد 10 مع وجود هذا المعالج على هاتف لوحي أو جهاز لوحي كبير بهذه المواصفات نضيف إلي التسريبات أنه وجود 4 جيجا من ناحية الرام وجود تخزين 628 جيجا بايت بالإضافة لإمكانية دعم المايكرو الزي كارت لغاية 156 جيجا بايت الأسعار المقدرة والتقريبية هذا الجهاز ما بين 300 إلى 450 أو 400 تيورا يعني بحوال 450 دولار أو أقل تقريبا برأيك الشخصي هل ممكن هذا التابلت يكون مفيد إليك كحجم 10.4 مع معالج متوسط ينتقل إلى التابلت ترك أنه تعليقك أسفل هذا الفيديو بخصوص التابلت تسريبات الثانية اليوم عن النوت 20 القادم اللي هو من أفترض يكون بشهر 6 أو بشهر 7 منعرف بوسط هذه الظروف منعرف شنو الأوضاع راح تصير فبالتالي بعض المعلومات التسريبات ذكرت في بداية الأمر أنه راح يكون نسوغتين وبعدها مرة ثانية رجعت التسريبات أو التحليلات الخاصة بمعلومات على النوت 20 أنه ممكن راح نشوف نفس المعلومات أو نفس التصاميم ونفس كل الأمور اللي خاصة بالأس 20 ألترا تنتقل إلى النوت 20 فما كيف تستطيعينه تنتظر هذا النوت فبالتالي أنا راح أخالف هذا الموضوع أخالف الرأيي لأنه عادة سامسونج مع سلسلة النوت تركز على أما تصميم جديد تغيير بالكاميرات أو معالج جديد أو حتى تغيير بكير بالشاشة يعني لازم نسوي تغييرات بسلسلة النوت تعتمد عليها بشكل أساسي فبالتالي لازم نشوف تغيير ظهر بعض الكونسيبتات أو الأفكار عن مسألة التصاميم كلها تشير أنه نفس الكاميرا الأمامية الثقب الأمامي نفس الكاميرات الخلفية اللي موجودة مع الـ S20 ألترا أو حتى مع سلسلة الـ S20 بشكل عام لكن أنا برأيي شخصي أنه راح نشوف مسألة الكاميرا تحت الشاشة بسبب أنه أكو إعلان ظهر من سامسونج عن تكييف من سامسونج ويظهر بنص الإعلان أكو في الجهاز يتحكم عن بعد عن طريق تطبيق خاص من سامسونج فبالتالي هذا التطبيق أو هذا الجهاز راح يظهر أنه راح تلاحظ ماكو أي كاميرا أمامية بالواجهة فبالتالي ممكن نشوفه كفكرة وليس هاتف فعلي بوسط هذه الظروف أنه قلة التصنيع وكل هاي الأمور فبالتالي ممكن تطرح أنه كفكرة يعني جهاز كونسيبت مثل ما شفنا مع فيفو ولكن راح تكون تجربة حلوة ومنافسة من ناحية الشركة سانسونج أما من ناحية العتاد الداخلي حاليا ما معروف لأنه أكسونوس ما قعد تشتغل حاليا على فد معالج جديد نعم أكو فد بعض المعلومات البسيطة لا تنم تأكد من عندها وإذا تأكد منها أيضا راح أوافيدكم بها على القناة أكيد لكن بشكل عام أنه لازم تسوي أي تغيير لن هذه السلسلة النوت فبالتالي أنت شو رأيك هل تتوقع أن النوت يتغير بشي سواء بعتاد الكاميرات أو حتى التصاميم أو حتى كاميرا تحت الشاشة أو مع بقاءة مع الأس 20 ألترا فبالنهاية إذا حبيت هذا الفيديو شاركنا رأيك وشارك الفيديو ورح نستمر مع تسريبات تيك أول بأول مع مختار تيك تحياتي لكم